بالنسبة للملعب مور راكوش قبل ما ندخل في الموضوع ملعب مور راكوش نرتبنا كنا طايرين به وكنا فرحانين به وأول مرة نشوفوا ملعب عليه يعني شوية ديال القيمة الآن بعد مرور أكثر من 12 سنة فخرجوا علينا الناس اللي يلا بدأوا كيبنيوا ملاعب يعني بالهضرات ديالهم ملعب مور راكوش غيتصيب مور كأس إفريقيا وكين ملاعب اللي غتصدموا فيهم وغيكونوا من الجيل الجديد وغيكون المغرب الأول إفريقيا كما كان دائما أما بالنسبة لخبر اليوم مور راكوش قد تحتاضن مباراة استعراضية لاحتفاء بشرف تنظيم المونديال من المنتظر أن اليوم الأحد 8 أكتوبر غتلعب في مور راكوش واحد المباراة استعراضية بحضور فوزي لقشع للتضامن أولا مع ضحايا زيزة الحوز والاحتفال بنيل المغرب شارف احتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال والملاحظ في ملعب مور راكوش أنه تم تركيب كراسي جديدة بألوان مختلفة ملعب مور راكوش ستقن فيه إصلاحات خفيفة قبل كأس إفريقيا ولكن بعد 2025 ستغير نهائيا ستزال المضمار وستكون فيه إصلاحات كثيرة جدا شنو بن لكم في هذا الألوان وهذا الكراسي الجديدة إخواني أخواتي طالف راسكم بسلام عليكم